أهلا بكم مشاهدين لم يثر التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جوالد ضريف جدلا عاصفا بين أقطاب السياسة في إيران فحسب ولكنه أيضا فتح زاوية للنظر في موازين القوة وخرائتها وطريقة تدمير السياسة بين عسكر إيران ودبلوماسيها وفي الوقت الذي وجه فيه قائد الحرس الثوري الإيراني انتقادات لشك ووزير الخارجية المسربة رد ضريف محذرا من تحويل سجال نظري إلى معركة داخلية في توقيت حساس فيما قال الرئيس حسن روحاني إن هناك من يحاول التشويش على مسار مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في وجه الوزير الذي كشف المستور يشهر هؤلاء انذار من على اقتراب من المحظور فإيران في لحظة استقطاب كان كامنا وظهر منذ تسريب حديث لوزير الخارجية جوا الضريف عن خفايا السلطة في بلاده وخباياها قال ضريف كلاما كثيرا عن وزير كان يملأ عليه ما يفعل وكان آخر من يعلم لكنه اقترب من الخط الأخطر مفهود قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني على شؤون الدبلوماسية في إيران الدبلوماسية التي أريد لها أن تنضبط للعسكر يسر ضريف لمحدثيها فيما القوة هاجسها الأكبر بدى ذك في صفوف الطيار المحافظ هنا في إيران اتهاما ثقيلا ليست تلك وجهة نظر في نظر هؤلاء ذك خوض في عقيدة الدولة ومبنى النظام كما يشبه الرد قال قائد الحرس الثوري الإيراني إنه في الميدان كانت تصنع قوة إيران من موقع الأسف المحرج أصر ضريف أنه كان يدي بشهادة للتاريخ والتاريخ وحده من سيفصل ويحكم سمع العالم إذن إحدى الروايات عن سيرة السلطة في إيران تحت العنوان الكبير الموحد فلت سياسة طهران بها مواطن كثيرة للشروخ هكذا كان الساسة في أكثر من حدث وقرار وجها لوجه بمواجهة العسكر إنها الخلافات التي تخرج من مناطق الضل إلى العلم إنها المرة الأولى التي يطل فيها خصوم إيران وحلفاؤها عليها من الداخل بهذا الوضوح لكن من صرب تلك التسجيلات وما الغاية والمقصد؟ الحاصل يقول البعض تلك محض حملة مبكرة لانتخابات رئاسية على الأبواب سرب تلك التسجيلات محصوبون على المحافظين وعلى المعتدلين لا يهم الكل يريد أن تعلو شكوه وتسمع لدى الناخبين لكن صوت ضريف هذه المرة هو المسموع في أكثر من مكان صداه يتردد هنا في فيينا حيث المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي هناك في الداخل كما الخارج من يريد لهذه المفاوضات ألا تثمر الرسالة الإيرانية الأولى الرسالة الثانية تقول إيران هؤلاء المفاوضون يبذلون بمشقة لأجل الحل الإشارة الأخيرة لواشنطن هذه المرة أنقذوا الاتفاق النووي في عهد المعتدلين قبل أن يصبح مستحيلا في زمن آخر للنقاش والتحليل ينضم إلينا من تهران محمد مارندي رئيس قسم الدراسات الأمريكية في جامعة تهران من الدوحة محجوب الزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر وعبر سكايف من واشنطن فريد فليتس رئيس مركز السياسة الأمنية ورئيس أركان سابق لمجلس الأمن القومي تحياتي ضيوفنا الكرام سيد محمد مارندي دعني أبدأ معك روحاني يصف التسريب بالمؤامرة يدعو للتحقيق حول من صربه ويقول هدفه وإفشال مصار فيينا بينما الأصوليون يتهمون الإصلاحيين بأنهم يحاولون التملص من فشل وصم فترتهم الحاكمة كيف تقرأ هذه الاتهامات المتبادلة بين الأقطاب الإيرانية أولا علينا جميعا أن نتذكر بأن السياسة الإيرانية سياسة حية وهناك فصائل سياسية مختلفة وأحزاب سياسية مختلفة وكلها سوف تختصم مع بعضها البعض بأساس منتظم والقضية اليوم هو أن الدكتور زريف في محادثته كنت أتحدث معه منذ حوالي ثلاث ساعات هناك عدة قضايا يتناقش فيها الناس أولا مسألة التسريب وبالطبع لقد تم تسريبه من مكتب الرئيس لذلك نرى بأن مكتب الرئيس له موقف كان يتحدث عن ما شكى منه الدكتور زريف وأن ما يحصل في المنطقة فإن وزارة الخارجية لا تؤدي أي دور أما ناقد دكتور زريف فإنهم يقولون بأن القرار النهائي في المنطقة هو قرار الولايات المتحدة الأمريكية صار وعلينا أن نقف بوجه التوسع الأمريكي ونواجهه وأن نقف القوات المدمرة لأمريكا في المنطقة سواء عبر الفصائل الإرهابية أو التهديدات الإرهابية المباشرة إذن هذان هما النقاشان الدائران صحيح هذان هما النقاشان الدائران سيد مرندي ولكن لو تتفضل وتعطينا خلاصة هذا التضاد بالاتجاهين طبيعة الخصومة شيء طبيعي طيار أصولي وطيار إحصالي هكذا أمور تحصل ولكنها تصل إلى حد استقطاب غير مسبوخ برأي الكثيرين يعني هناك من يصف محمد جواد ضريف بالخائن البرلمان الإيراني يستعد لاستدعائه للتحقيق معه وكما هو قال بما أنك تحدثت معه هذا وقت حساس جدا حسنا إن الدكتور ضريف صديق قديم لي وكنت معه في فيينا من أجل المفاوضات لقد كان دائما يكافح ويقاتل في هذه الحرب منذ وقت طويل وهذا الأمر محبط بالنسبة له وهو يؤمن بأن وزارة الخارجية يجب أن تكون صاحبة القول الفصل في الشؤون الخارجية وأعتقد أن هذا الأمر يتعلق موجود في كل مكان آخر عندما يتعلق بأمريكا الجنوبية أو أفريقيا ولكن فيما يتعلق بإيران الوضع ليس كذلك تماما هناك وجود أهم عسكري وهناك تواصلات أخرى إن من يقولون عنه إنه خائن لا يقصدون هذه الكلمة بحرفيتها ولكن عبر السنوات فإن لغته وموقفه كانت فيها خصومة مع القوات المسلحة ولكن أظن أن كلا الطرفين عندهما حجة منطقية فهو نتوقع منه أن يتوقع لنفسه أن يكون مسؤولا عن الشؤون الخارجية بمفرده فنرى بأن الواس المتحدة الأمريكية البنتاجون هو صاحب القول الفصل في هذه الأمور الخارجية وأعتقد أن إيران تحتاج لذلك لمواجهة الواس المتحدة لا أعتقد هذا ولكن ربما سيد فليتس سيرود على هذه النقطة أعود إليك فيما بعد سيد محمد استاذ محجوب زويري بما أن سيد محمد هو صديق لوزير الخارجية الإيراني دعني أستعرض معك نظرية المؤامرة التي تقول بأن جواد ضريف بحد ذاته وراء هذا التسريب هذه ليست أول مرة وزير الخارجية يفتح نافذة للعالم الخارجي على الداخل الإيراني استقالته الشهيرة عام 2019 أيضا منحت الخارج لفرصة أن يعرف الديناميكية التي تحكم إيران فإذا ربطنا هذا مع الاتهامات بأن هدف هذا التسريب حقيقة هو خلق طيار ثالث لا إصلاحي ولا أصولي إنما طيار قائم على ما يؤمن به ضريف كما تحدث سيد مرندي بإبعاد العسكر عن الدبلوماسية في الحقيقة الحديث عن عسكرة السياسة في إيران يعود إلى مطلع التسعينيات وتحديدا أول من بدأت النقاشات معه كان أهد الرئيس خاتمي حينما قال عنه رحيم صفوي أن ذاك بشكل غير مباشر عندما انتقد إجراءات القوات النظامية ضد الطلاب في جامعة طهران قال بأننا سنقص لسان من يتحدث عن وجود العسكر في القرار السياسي وكان هذا أول نوع من التصريح الخشن نحو النخبة السياسية في طهران مسألة عسكرة السياسة ليست جديدة في إيران الكل يعرف تماما بتسلل المؤسسة العسكرية ولسيما الحرس الثوري في البعد السياسي عبر قنوات كثيرة ومتعددة ودائما شاهدنا ذلك عصر الرئيس خاتمي كانت هناك تصريحات شديدة من قبله ضد ذلك وكان هناك تصريحات كثيرة أيضا في أحد الرئيس حسن روحاني حينما طالب بشكل مباشر بعودة هؤلاء إلى ثكناتهم وباعتبار أنهم يدافعون عن الوطن في حد تصريحه الفترة التي شاهدوا فيها نوعا من الحضور كانت فترة محمود أحمديني جاد الشيء الوحيد الفارق فيما حصل في الأيام القيرة الماضية هو أن جواب ضريف ينتمي إلى مجتمع التكنقراط إلى مجتمع الأليت إلى النخبة السياسية في إيران التي جاءت من المجتمع الدبلوماسي فهو كان في الأولى المتحدة وهو رجل في الغالب يؤمن بدور وزارة الخارجية في أن تكون صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بالشؤون الخارجية الآن الذي حصل بشكل أساسي في مسألة أنا لا أعتقد مسألة التسريب مهمة الكل يعرف في العالم الدوائر السياسية والأمنية في العالم تعرف تماما أن الحرس الثوري في كثير من ملفات الإقليمية والخارجية له كلمة وأن قاسم سليماني كان يلعب دورا كبيرا أكثر من وزير الخارجية ولكن أستاذ محجوبة الآن شاهد من أهله هذا يعطي مصداقية لكل ما يقرأ من الخارج يعني هذا يعيدني للسؤال كما وصفت الواشنطن بوست هل جواب ضريف يلعب رقصة أو يرقص رقصة محفوفة بالمخاطر باللعب على هذا الوثار أنا في الحقيقة لا أعتقد بأن المسألة متعلقة بجواب ضريف أنا أعتقد المسألة الأخطر هي مسألة الاختراق نفسه إذا ما أخذناها في سياق الاختراقات الأخيرة التي جرت في إيران من المفاعل نتانز الاستهداف من قبله إلى مقتل محسن زاد الذي كان مسؤول في البرنامج النووي إلى غير ذلك هناك مسألة وضع ملف النووي عفوا هناك حالة من الاختراق والقدرة على الوصول إلى أماكن حساسة في إيران وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا التسريب حصل من مكتب الرئيس بعبارة أخرى التسريب هو عبارة عن فضفضة من وزير الخارجية إلى مسؤوله المباشر رئيس الجمهورية إلى أنه لا يستطيع القيام بعمله بسبب المؤسسة الأخرى الموازية له هذه الفضفضة بالمعنى العامي جرى ضبطها وتسجيلها وتسريبها الذي أراد لها أن تتسرب إلى وسائل الإعلام أراد أن يضرب مجموعة من العصافير مع بعضها البعض أراد أولا أن يبين أن النظام السياسي مخترق أراد أن يظهر أيضا مسألة الاختلاف داخل الأجنح السياسية في إيران والأهم من ذلك كله هو يريد أن يقول بأنه ليس هناك بمعنى قرارا سياسيا هناك دولة أيدولوجية عسكرية وليست دولة مدنية سياسية التي تقدم إيران نفسها فيها وأعتقد هذا يقمن في أحد مكامل الخطر بالنسبة إلى صورة إيران التي لا تريد لها أن تكون كذلك طهران فريد فليتس التصريب إيراني والحديث إيراني عن الداخل الإيراني وكيف تتم الأمور داخل إيران ولكن له منعكس على سجال أمريكي سجال ديمقراطي جمهوري ما هو هذا المنعكس؟ شكرا على استضافتي كانت هذه النقاشات مذهلة وخاصة تعليقات ضيفك في طهران في الولايات المتحدة الأمريكية كان تركيزنا على تصاريح جون كيري للوزير ضريف فهناك العديد من الهجمات الإسرائيلية السرية ضد الإيرانيين والجمهوريون يهاجمون كيري الآن لأنه خاطر بمعلومات استخباراتية حساسة ووضع حياة الإسرائيلي في خطر والديمقراطيون ينكرون ذلك لقد طلب مني إجراء الكثير من المقابلات الإعلامية حول هذا الموضوع ولكن الشعب الأمريكي لا يفهمون بأن جواد ضريف يقع في مشكلة أكبر بسبب تصريحاته المتعلقة بالجيش الإيراني والحرس الثوري وأعتقد أن ضيفك عكس ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فهم لذلك ونقاشنا منحصر تماما عن التصريحات التي يفترض أن كيري قد أدل بها وهي التصريحات التي ينكرها كيري وينكرها البيت الأبيض في إدارة بايدن وبأن هذه المعلومات كانت متوافرة صحيح سيد فريد هذا ما أثاره التسريح داخليا في أمريكا عن الهجوم على كيري لتسريبه معلومات يفترض أن إسرائيل قدمتها لواشنطن فكيف يشاركها لإيران هذا هو الجدال آنيا ولكن هناك جدال سابق بين الجمهوريين والإيرانيين حول تعاطي إدارة بايدن مع إيران وإحياء الاتفاق النووي هذا التسريب برأيك هل سيدفع واشنطن لتسهيل والإسرائع بإحياء الاتفاق النووي مع الفريق الإصلاحي لتدعمه على حساب الحرس الثوري؟ أم ماذا؟ لا أعتقد بأن هذا الأمر سوف يكون له أي أثر إن إدارة بايدن مصرة على العودة إلى الاتفاقية النووية وأنا أعترض تماما على الاتفاقية النووية ولكن أعتقد أن إدارة بايدن تريد أن تنهي هذه القصة بسرعة ولا أظن بأن كيري سوف يدفع أي ثمن لهذا الموضوع ولا يوجد أي طريقة نتبط فيها بأنه قد قال ذلك سيد محمد مرندي أعود إليك من زاوية ما هي إيران أل هي الأيدالوجية العسكرية التي تضع السياسة كواجهة؟ كما فهم الكثيرين خلاصة هذا التسريب أن السياسة وزارة الخارجية واساسة إيران هم فقط أدى ينفذون ما يأمرهم به العسكري الآن الناخب الإيراني الذي متحمس للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية قيل له عبر هذا التسريب صوتك لا شيء هذه الحكومة المنتخبة عبر صوتك هي للصورة وفلاشات الكاميرات أما القرار القرار الحقيقي هو للحرس الثوري الإيراني ما رأيك؟ أعتقد أنك تعرفين الإجابة على هذا السؤال إنه من الهراء تماما أن نظن بأن السياسة في إيران هي مجرد واجهة نحن لدينا عمليات إقناع مختلفة في إيران في العقود الثلاثة الماضية جاءت إدارات مختلفة ونفس الشيء يتعلق بالبرلمان والمؤسسات الأخرى هناك الكثير من التأثير والقوة لأطراف مختلفة في الحكومة أستاذ مرددي عبرني سأقاطع فقط لاستغلال الوقت أولا لا أعرف الإجابة على السؤال وإلا لم أكن سألته لكن يحق لي أن أسأله لأنه جوى ضريف في هذا التسريب قال بأنه لم يعلم باستهداف قاعدة عين الأسد أعلم بها عادل عبد المهدي قبل أن يعلم بها عن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ إيراني طلب منه أن ينفي الأمر حتى لم يشارك لم تكن كأن هناك ثقة لأن يقول له ما جرى حقيقة ونفى وظهر بمظهر لا يليق بوزير خارجية وأمثلة 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 فالسؤال محق وليس هراء لا أعتقد بأن هذا ما قلته لا أعلم لماذا أنت منزعجة تماماً أعتقد أنك تعرفين الإجابة على ذلك بأن السياسات الإيرانية ليست واجهة لم أقل شيئاً كذلك ولا أعلم الذي يدفعك للغضب لا أستغاضبة والله أستفسر فقط حسناً دعيني أجيب السؤال إذن بوضوح شديد الدكتور زريف لن يخبروه بالعديد من الأشياء لأن ذلك المجال ليس مجاله أما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية فعدد قليل من الناس فقط سيعرف عنها وليس فقط الدكتور زريف ولكن لا يوجد أي شخص آخر في مجلس الوزراء سوف يعرف قد يكون الدكتور زريف منزعجاً من ذلك لكنه لن يعلم تلك المعلومات أما بالنسبة للتحقيقات المتعلقة بإسقاط الطائرة المدنية الإسقاط المأساوي مرة أخرى كان هناك تحقيق وكان هناك محاولة للمضي قدماً ولن يقول للسيد الضريف التفاصيل الدقيقة في التحقيق إذن الحج التي يطرحها دكتور زريف بأنه يجب أن يحصل على المعلومات بصورة أسرع وعلى معلومات أكثر وفي بعض الأحيان لا يفصح له عن المعلومات وأحياناً يحتاجها من أجل المفاوضات وأحياناً في المفاوضات لا يبلغ الجيش بالمناقشات اليومية التي تحصل في فيينا لأن هذا متعلق بوزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لذلك فكل شخص له منصبه ومجاله البعض ليس سعيداً بذلك وقد يختلفون ويختصمون من أجل ذلك لكن هذا هو الوضع صد محجوب زويري كما هناك احتمال أن تكون هناك مشكلة عميقة هناك احتمال أيضاً أن ما يقول الأستاذ مارندي والذي يتوافق مع ما طرحه محمد جوال ظريف بأن حديثه كان نظري بهدف تعديل ما على توازن الميدان والديبلوماسية ولكن روحاني يقول بأن هذا التسريب في سؤالي لماذا الآن قد يكون قد سرب قبل أسبوع لأنه الآن هناك تقدم في مسار فيينا مسار المفاوضات بخصوص إحياء الاتفاق النووي كيف سيتتأثر هذه المفاوضات بهذا التسريب أم أنه سيبقى محصوراً بجدران إيرانية؟ أنا لا أعتقد بأن هذا التسريب سيؤثر على مسار المفاوضات هناك دائماً داخل المشهد السياسي الإيراني تيار سياسي لا يريد المضي في حل تفاوضي لأنه يعتقد بنظرية العداء للولايات المتحدة والمؤامرة من الغرب إلى غير ذلك وهو تيار موجود في إيران بين النخبة السياسية التقليدية وبين المؤسسة العسكرية والأمنية ويحاول أن يضغط بكل مؤتية من قوة أنا أعتقد أن مسار التفاوض مسار تريده الأطراف كلها تريده واشنطن وتريده إيران بشكل كبير جداً لا أعتقد بأن هذا سيؤثر مدامة اجتماعات الخبراء مستمرة ومدامة هناك تفاصيل يتم تبادلها بين الأطراف هذا يعني أن هذا التسريب لن يؤثر لأنه أنا أذكر تماماً عندما في عام 2008 عندما جاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما حدثت هناك انفجار في مسجد في زاهدان وأدانه الرئيس باراك أوباما وكان أنا ذاك محاولة ترطيب العلاقات بين واشنطن وبين طهران التصريح الأمريكي أن ذاك لم يؤثر على محاولات تحسين العلاقات الذي دفع للاتفاق عام 2015 بين خمسة زائد واحد وإيران بعبارة أخرى ما يحصل الآن هو يتعلق عملياً بمحاولة المساس بالمشهد السياسي الداخل الإيراني والقول بشكل مباشر أو الإفصاح عما كان يتردد في التقارير وفي الإيجازات وفي التصريحات وفي الكتابات العلمية الكثيرة عن تغول المؤسسة الأمنية والعسكرية على الجانب السياسي الذي حصل كما تفضلت وقلت شاهدة شاهدوا من أهلها هذا أهمية ما حصل وأعتقد أن هذا التغول لن ينهيه هذا التصريح أو التسريب إنما سيصبح نقطة مرجعية مهمة في المستقبل للقول بأن مسؤولاً عالي المكانة مثل ضريف قد اعترف به وقال أنه موجود وأن هذا الأمر فعلاً حقيقي وليس بمجارد تخمين عندما كنا نتحدث عنه أنا أذكر عام 2007 في كتاب نشرته في لندن وتحدثت بذلك في الفصل الأول كان يقوله أنه جزء من التخمينات اليوم هذه ليست التخمينات مع أنه كان في كثير من الأدلة واضح تماماً هذا التغول واضح تماماً خاصة في الشأن الخارجي وخاصة في المسألة الإقليمية المسألة الإقليمية لا يختلف إثنان على مسألة أساسية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تلعب دوراً أساسياً في إدارة الملفات الإقليمية أو ما يسمى بتدخل الإقليمي لإيران في المنطقة هذه قضية لا يمكن الجدل فيها مهما حاول بعض أن يقول غير ذلك فريد فليتس التسريب لن يؤثر على سير المفاوضات بحسب الأستاذ محجوب زويري ولكنه قد يؤثر إيجابياً خاصة بخصوص النقطة التي تحدث بها جواد ضريف عن كيف أن روسيا وضعت كل ثقة لها 2014 لإفشال الاتفاق النووي في 2015 الآن في سياق التوتر الأمريكي الروسي ألن تكون هذه الإشارة أيضاً مفيداً لدفع المفاوضات إيجاباً بين الطرفين هذا السؤال سؤال ممتاز لقد أذهلني ما أفصح عنه ضريف بأن الروس كانوا يريدون إفساد المفاوضات في 2014 و15 كتبت كتاباً عن الاتفاقية النووية وكنت أريد أن أعرف ما الذي يحدث ونحن في عالم مختلف عن العالم الذي كنا فيه في 2015 روسيا تعارض الاتفاقية بقوة وهي تريد من إيران أن توقف الانتهاكات أعتقد بأننا سوف نصل إلى ذلك الالتجاه ونحن ننظر في هذا الموضوع ولكن أعتقد أننا قد فتحت عيوننا على نطاق البرنامج الآن لا أعتقد أن ما قيل عن روسيا في التسريب سوف يؤثر على المفاوضات أختم معك أستاذ محمد مرندي قلت في بداية الحلقة أن كل ما يجري هو دليل على السياسة الحية في إيران وجوال ضريف تحدث عن الحاجة وتقديره وإن كان شخصيا عن ضرورة التعديل الذكي بين موازين القوى بين الميدان والسياسة كم ترى أن هذا قد يحصل هل لديه فرصة في ظل ما تبين لنا بعد هذا التسريب أعتقد أن المشكلة الأساسية عند جوال ضريف هي ليست التسريب الإيرانيين وقعوا على التفاقية النووية وكانوا مرنين وكانوا الطرف الوحيد الذي التزم بها بعدما انسحب منها ترامب بعد أوباما كان صاحب شعبية كبيرة جدا في السنوات الماضية ولكن مع مرور الوقت نظرته لحل بعض المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية كان ينظر إليها بأنها طريقة غير فعالة وكانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا يعتمد عليها ولا يمكن الوثق بها لأنها تستهدف النساء والأطفال بالعقوبات وهو من الشخصيات الأساسية ولو رشح نفسه فإنه سيكون من أول أربع أو خمس مرشحين شعبية عذرني للمقاطعة وقتنا انتهى ولكن للحديث تتم في فرص أخرى من تهران محمد مارندي رئيس قسم الدراسات الأمريكية في جامعة تهران من الدوحة محجوب زويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر ومن واشنطن فريد فليتس رئيس مركز السياسات الأمنية ورئيس أركان سابق لمجلس الأمن القومي شكرا لكم جميعا ولكل من تابعنا الشكر جزيزي اشتركوا في القناة